اشتركوا في القناة تحت الاتش تو هعمل ديف اسمه مثلا هيكون فيه سور بتاعتنا كلها هيكون فيها عندنا هنا شباب زيرو واحد عندنا عشر سور الخمسة الاولين اللي استخدمناهم وجبت خمسة تاني من جوجل زيرو واحد زيرو اتنين زيرو تلاتة زيرو اربعة زيرو خمسة زيرو ستة بنجي للأسف مختلفة عنهم وبعدين بينجي وزيرو سبعة وتمانية اوقات كتير جدا الهور في الفيجول ستوديو كود بيشل الواحد صراحة بعدين السور كلها اضافت بالشكل اللي انت شايفينه ده وهندخل على التنسيقات هنيجي عند الجالري هنقوله هنا Start Gallery الشكل ده وEnd Gallery الكلس بتاعنا الجالري هيكون فيه الكلس الرئيسي هيكون فيه الـH2 هيكون فيه الـ imageios books وهيكون فيه الـ image اللي جواهو الجالري بعدين الـ H2 بعدين الـ images books بعدين الـ image نفسها اللي جواهم عشان التنسيقات بتاعتها الجالري ممكن نقوله بادنج طب خمسين بيكسل زي ما عملنا في الاقسام التانية وبادنج بوتوم كمان بالشكل ده الاتش تو ممكن نستعمل نفس الاتش تو اللي استعملناه في الاقسام التانية بنفس كل خواصه مفيش مشكلة فيه خالص كله تمام وزي الفل الامج سبوكس هنقول له تيكست اللاين سنتر عشان نوسط السور بتاعتنا بالشكل ده السورة ممكن ندلها واتس مسلا على سبيل المسال متين بيكسل نشوف بس الشكل يكون عامل ازاي تمام جدا وممكن نقول له طبعا عشان السور قد بعض يا شباب فالهيط بيتزبط اوتوماتيك الريسيو بتاع الديمانشن الهيط والويتز متزبط عشان السور كلها قد بعض لو السور عندك مش قد بعض هيحسن مشكلة ويا ايما تزبطها بالهيط يا ايما تخلي السور كلها قد بعض هنعمل كده حركة بسيطة كنا بنعملها في السور بادنج تاناتة بيكسل باك جروند كالر شبباك اف ستة مسلا وبعدين الحركة دي طبعا يا شباب اللي بتخليك تعمل زي ستامب كده والبوردر واحد بيكسل سولد تلاتة سي هتعمل لنا في الصورة كده زي ستامب زريف زي اللي انتوا شايفينه ده وممكن نقول له مارجين خمسة بيكسل من كل الجهات عشان تعمل لنا مسافات بين السور بتاعتنا اخر حاجة عندنا وهو الكارزر بوينتر عشان خاطر شكل ده عشان خاطر الشخص يعرف ان هي يدوس عليها ويعرف ان انت مفروضة تدوس عليها هيحصل اكشن معينة طيب كده يا شباب الحمد لله عملنا الصفحة بتاعتنا وكله تمام وزي الفل فاضلش غير ان احنا ندخل في جزء الجهة سكريبت ان انت تدوس على صورة تفتح لك في بوباب الصورة كاملة ونعمل فيها الشغل اللي احنا محتاجينه بإذن الله يا رب يا جماعة الدرس يكون بسيط وسهل واعجبكو اشوفكم ان شاء الله في درس جديد والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة